لحظة نكمل باقي فقرات تيروة وهلأ وصلنا نحن وانتو على فقرة بايتك برعاية مايكروسوفت لوجيكوم مايكروسوفت لوجيكوم وشركة لوجيكوم هي الموزع الحصري لمنتجات مايكروسوفت الأصلية بالمملكة وأيضاً المحلات بيع التجزئة لما نحكي اليوم عن شركة لوجيكوم فنحن نحكي عن شركة بهمها يكون فيه عند كل شخص عم ياخد هالمنتجات الخاصة من مايكروسوفت يكون فيه شفافية ومصدقية ويحصل على النسخ الأصلية ليه؟ لأنه دايباً الأصلي بعيش معك العمر كله أما التقليد فممكن أنه يضيع لك تعب كتير وقت وكتير أشهر وكتير ساعات يعني كل ياتنا بنعرف قدين إحنا بتيجي على شغلك كل يوم الصبح فأنت بكون معك كمبيوترك الشخصي بترجع على البيت ممكن أنك تكمل شغلك على كمبيوترك الشخصي إذا كنت طبيب إذا كنت طالب إذا كنت دكتور بي الجامعة إذا كنت محاضر إذا كنت شخص عندك محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي فكل الداتا تبعك كل الأرقام عندك كل الصور كل شيء بتكون أنت حافظهم على الكمبيوتر الخاص فيك واللي بيكون نازل عليه نظام مايكروسوفت ولكن وين المصيبة؟ المصيبة لما أنت كشخص ما يكون عندك النسخة الأصلية من مايكروسوفت وتكون حاطت على ملفات الوورد على ملفات الإكسل على الباور بوينت على أي ملف من ملفات مايكروسوفت وويندوز تكون حاطت يعني مجموعة من الجهد ومجموعة من التعب والصور يلي أنت عن جد تعبان عليهم وفجأة لا سمح الله تفتح هاللابتوب توصل هاللابتوب بهالإنترنت وما يشتغلوا معك هالملفات كيف ممكن أنه تتعامل مع هذا الموضوع تاخده من مصلح لمصلح من شخص لشخص ولكن لما تضرب النسخة المزيفة فهي خلص ضربت فبيروح كل تعبك بيروح كل جهدك بيروح كل تحضيراتك على الفاضي فاليوم لين حط حالنا بهاي المعادلة الصعبة؟ لين عرض حالنا للخطر؟ لين عرض تعبنا وشآنا للإتلاف أو للعدم؟ مدام نحن منقدر نفرق ومنقدر نحصل على النسخة الأصلية يلي ما بتنزل غير بس على كمبيوترنا نحن سواء كمبيوتر الشغل أو كمبيوترك أنت فلهيك اليوم لازم نكون أشخاص واضحين لازم نكون أشخاص ماشين نحو طريق مستقر وطريق واضح ومن الأول نستغل ونجيب منتجات مايكروسوفت الأصلية أول شغلة أو أول فرق بين منتجات مايكروسوفت الأصلية والمزيفة هي السعر لما بنحكي عن سعر خليني يقول لما يجي إلك والله تفضل هاي منتج من مايكروسوفت حقه 5 دلنير فأكيد تكون على دراية كاملة بأنه هذا المنتج مزيف وبأنه التيكت اللي عم بيبيعك ياها هاي هي عبارة عن النسخة المزيفة وهاي النسخة المزيفة رح أتعرضك للخطر أما إذا أنت أخدت الباكيج الكامل من مايكروسوفت النسخة الأصلية وتأكدت من وجود الشريط الأحمر وتأكدت من وجود المفتاح اللي هو موجود 25 حرف عليها واشتريتها بسعر خليني يقول أكتر من 100 دولار فأنت شخص بأمان وعم تاخد النسخة الأصلية من مايكروسوفت لحتى أنت تقدر تضمن أنه شغلك يكون وملفاتك تكون بأمان ولحتى ما يقدر حدا يدخل على كمبيوترك وما يقدر حدا يعمل هاك على صورك أو على شغلك فأنت عم تحفظ حقك لما تشتري النسخة الأصلية من مايكروسوفت هذا بالإضافة أنه كلنا بنعرف بأنه هلأ التحديث الجديد لمايكروسوفت أو خليني يقول لا الويندوز صار موجود الويندوز 11 صار موجود بين إيديكم ولكن حصريا لا أصحاب النسخة الأصلية كل شخص عنده النسخة الأصلية من مايكروسوفت بيقدر يحول بشكل كامل من ويندوز 10 لويندوز 11 ليه؟ لأنه أنت عندك النسخة الأصلية بتقدر بكل بساطة أنك تستمتع به الواجهة الجديدة اللي عم بتشوفوها خلفي عبر شاشة عمان تيفي عم نعرض لكم النسخة الأصلية من مايكروسوفت والنسخة الجديدة من ويندوز 11 اللي عم بيشوف هلأ الصورة خلفي عم بيشوف لما ندخل بعالم الألعاب عالم الألعاب خلق لويندوز 11 هذا كان آخر تقييم من الأشخاص يلي قيموا هالنظام نظام ويندوز 11 بيقولولك أي شخص مهووس بالألعاب أي شخص عنده حب أنه ينزل ألعاب على الكمبيوتر الشخصي ويعيشها بواقعية لازم ينزل ويندوز 11 وهو الأبديت الجديد لمايكروسوفت لأنه رح يعيش بعالم من الواقعية ولكن هو بيكون عايش بالعالم الافتراضي ولكن قد ما بتكون الصورة واضحة قد ما الفيتشرز اللي موجودة بتساعدك أنك تدخل بي اللعبة وتعيشها كأنها موجودة بحياتك الواقعية هذا بالإضافة أنه شريط المهام صار كتير سهل صار بتقدر تضيف عليه آيكون صار بتقدر تضيف عليه تطبيقات بشكل جدا سهل وجدا بسيط هذا بالإضافة أنه نحن اليوم بكل بساطة صار بنقدر نحط جهات الاتصال الخاصة فينا ونتصل فيها بشكل جدا سريع وأيضا واجهة الاستخدام عم بتكون أسهل مما يمكن يعني حتى أسهل من الويندوز 10 والضبط والإعدادات عم بتكون كمان بشكل سلس وسهل هذا بالإضافة للألوان الخلاقة يلي بتلاقوها بهالنسخة الجديدة من ويندوز 11 إذن إذا حابين تحصلوا على النسخة الأصلية من مايكروسوفت فهي أكيد موجودة من شركة لوجيكم موجودة بمحلات بيع التجزئة بتقدروا تحصلوا عليها أما النسخة المزيفة فيعني للأسف نحن منحاول أد ما نقدرين لكم بعد وعنها لحتى تتجنبوا الخسائر العلمية العملية والمادية ترجمة نانسي قنقر